اشتركوا في القناة الصيف والشتاء والخريف والربيع وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في سورة قريش قال ربنا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ومر معنا كثيرا أن رحلتي الشتاء والصيف كانت لقريش كما دل عليه ظاهر الآية فأما رحلة الشتاء فكانت إلى اليمن وأما رحلة الصيف فكانت إلى الشام وكان الذي بعث قريشا على هذا هو عمر بن عبد منف الذي عرف بعد ذلك بهاشم وإليه ينسب نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فإليه ينسب نبينا صلى الله عليه وسلم لحلة الشتاء والصيف قلنا كانت لقريش لكن حديثنا عن الشتاء كفصل من فصول السنة نعود الآن لما قاله ابن خاتمة ابن خاتمة أحد شعراء الأندرس عاش تقريبا في أواصط القرن الثامن وكان ذا علاقة قوية وطيدة بلسان الدين الخطيب صاحب الموشحات المعروف الوزير وكانت بينهما مراسلات وحتى عندما عزم لسان الدين الخطيب إلى الذهاب إلى مكة والمدينة بعد أن كثر الوشاة عليه في بلده وأحب أن يتركها كان ابن خاتمة حريصا على أن يبقى لسان الدين الخطيب وقال له في رسالة شهيرة له إن جاء فيما أناها أن الأندلس والمغرب لا يمكن أن تعوض إلا بمكة ويثرب وقال يثرب حتى يتفق السجل وإلا لا يقال للمدينة يثرب بعد أن سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لكن الشعراء يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم يقول جلير عن قصائده دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنها أبابا فلم يجد بدا جرير أن يقول يثرب حتى استقيم له وزن البيت فهذا يقول جاء الشتاء بغيمه متحجبة تكثر فيه الغيوم تكثر فيه الأمطار في الغالب ثم قال أهلا بسلطان الفصول ومرحبا نرى بأن الشتاء سلطان الفصول اشتد فيه البرد ابن تيمية العالم الشهير رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة يقول إن البرد إذا اشتد قد يكون منه الموت لكن الحر لم تجري العادة أن يكون منه الموت فلذلك العرب تقول البرد بؤس والحر أذى البرد بؤس والحر أذى وما قاله ابن تيمية قريب من الواقع في تلك الأعصر أو ممن يلقاهم ابن تيمية لكن قد رأينا في زماننا هذا في بعض الدول كما هو مشهور معروف متناقل قد يموت أحدهم من الحر الذي يعنينا هنا هو الحديث عن الشتاء جعل الله عز وجل فاكهة للشتاء في عرف الناس هي النار ويقال عنها الضوء والعام يقولون في بلادنا الشبة فالنار فاكهة الشتاء ولذلك حتى أهل التأويل الذين يعبرون الرعاء إذا قال لهم الرائي من رأى الرؤية أنه رأى النار يسألونه هل رأىها في الصيف أو رأىها في الشتاء فرمز النار في الصيف غير رمزها في الشتاء فإنها في الشتاء يقترب منها الإنسان كما أن النار التي توقت في الشتاء ويلتفى الناس حولها تذكرك ببعض التعامل مع الغير فبعض التعامل مع الغير إذا اقتربت كثيرا أحرقوك وإذا ابتعدت قد تنسى فالإنسان يكون في علاقته مع الناس في الغالب بين بين كدنوه من نار الشتاء لا تقترب كثيرا فلا تستفد شيئا قد تحرقك ولا تبتعد كثيرا فإنك لن تستفيد منها ولن يصل إليك ما يجعلك دافئ هو ما يجعلك ذا دفئ والمقصود استطراد في قضايا العلاقة الإنسانية لكن الشتاء كما قلنا يشتد فيه البرد والنار هي فاكهته يأتي هنا في العبادات تتجلى في الشتاء عبادتها الصم لقصر النهار والصلاة في الليل لطول الليل ولهذا كانوا يقولون عن الشتاء أنه ربيع المؤمن وأن الغنيمة فيه غنيمة باردة إذ أن قصر النهار يساعد على الصوم والصوم من أشرف العبادات وأعظمها قال عليه الصلاة والسلام فعليك بالصوم فإنه لا مثل له وقيام الليل غني أن يعرف الإنسان المؤمن به فإن الله عز وجل مدح القائمين بين يديه ليلة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يأتي كذلك ما يتعلق بالمسح على الخفين وهو مما جاء الشرع به والمسح على الخفين تكلم الفقاء عنه كثيرا والمقام ليس مقام فتوى لكن مقام إضاح لبعض ما يمكن للمؤمن أن يقوم به أو يلتبس عليه ما يسمى في زماننا هذا بالعامية ما بين قوسين بالشراب يجوز المسح عليه ما لم يكن رقيقا يظهر لون الجلد من ورائه كالذي يلبس غالبا في الصيف لمجرد أن يكون وقاية بين الحذاء والقدم فهذا لا يمسح عليه أما ما يعلم أو ما يعرف بالشراب بين قوسين العادي وما كان صوفا من باب أو لا فهذا يجوز المسح عليه المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهناك قوال أخرى للعلماء في المسألة كيف يمسح الإنسان على قدميه؟ هل يمسح في وقت واحد يضع اليمنى على القدم اليمنى والكف اليسرى على القدم اليسرى ثم يمسحها كذا أو يمسح على اليمنى أولا ثم يرفع يده ثم يمسح على اليسرى ثانية كل فريق من العلماء نظر للأمر من وجهه فإذا عرفت وجهة الفقيه عرفت قوله ما النظر إلى أن المسح قائم عوض عن الغسل قال نمسح أولا اليمنى ثم نمسح اليسرى لماذا؟ هو يقول إن الأصل في غسل الرجلين أن تغسل القدم الأولى اليمنى أولا ثم إذا فرغت من غسلها تنتقل إلى غسل القدم اليسرى فكذلك المسح لأنه عوض عنه فأنت تمسح أولا على القدم اليمنى ثم تمسح على القدم اليسرى كما صنعت في الغسل وهذا قول ظاهر الصلاة يقابله من رأى أن المسح غير الغسل طريقة المسح في الوضوء غير الغسل يقول كيف نمسح نحن على رؤوسنا في وقت واحد هكذا نقبل بهما وندبر كيف نمسح الأذنين في وضوئنا في وقت واحد نضع الإصبع الأيمن من الكف اليمنى في أذاننا وكذلك اليسرى في وقت واحد فقال إن المسح إنما يؤدى في وقت واحد وأنت الذي تصنعه الآن مسحا لا غسلة فعند هذا الفريق من العلماء تضع يدك اليمنى على القدم اليمنى وتضع في نفس الوقت نفسه يدك اليسرى كفك اليسرى على قدمك اليسرى وتمسح في آن واحد تمسح في آن واحد كما تمسح أذنيك في آن واحد لكن الأمر يسير وأنا قلته من باب الاستعناس لا أن يثرب أحدنا على الآخر فكل قول من هذين القولين أفتبي علماء كابر حق للمؤمن أن يقتدي بمثلهم في الفقه وإن كان لا أحد معصوم كمان على مقطع فهذا المقصود في قضية المسح على الخفين وقلنا يوم وليلة يبدأ عد اليوم والليلة بعد أول مسحة لا بعد اللبس لو فرضنا أن إنسانا وهو خارج لعمله بعد أن صلى الفجر أعاد الوضوء مثلا أو بقي على وضوف الفجر ثم لبس خفه أو ما يشبه الخفة ثم إنه لما أراد أن يصلي الظهر مسح على خفه من هذا المسح يبدأ العد فينتهي عند ظهر اليوم التالي بالساعة نفسها لا من بدء لبس ذلك الخف أو ما يشبه ذلك الخف هذا شيء من التوضيح في قضية الشتاء ثم تبيت عربي شهير يتحدث عن الشتاء يقول صاحبه إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء وفي رواية فإن الشيخ يهدمه الشتاء القائل رجل من المعمرين اسمه الربيع ابن ضبع الفزاري من بني فزارة وهذا الرجل يحكون عنه ويروون أساطير يقولون عاش أكثر من ثلاثمائة عام فمعنى ذلك أدرك آخر نبوة عيسى وشيوع دينه وأدرك الجاهلية وأوثانها وما كان منها وأدرك الإسلام معياذ بالله لم يسلم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مولود قبل النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين بأكثر من مئتي سنة وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وأدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان ودخل على عبد الملك ابن مروان ودخل ابنه على عبد الملك قبل أن يدخل هو وكان ابنه قد كبر وشاب رأسه وسقط حاجبا على عينيه فطلب عبد الملك من حجابه من حرسه أن يرفق بالشيخ فقال كيف لو رأيت أبي فقال إلا أن تكون ابن الربيع إلا أن تكون ابن الربيع قال نعم ثم دخل الربيع ولم يكتب الله عز وجل له أن يسر نسأل الله أن يعيذنا من الخذلان والحرمان هذا الرجل هو القائل إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء وهذا يؤكد قول ابن تيمية في الأول أن الشتاء البرد قد يضر أكثر مما يضر الحرب وقد قال هذا هو قال أبيئة يبين فيها أن أزواج أبنائه وأحفاده قد أحسنوا إليه لكنه خاف على نفسه من الشتاء إذا كان الشتاء فأدفئوني وهذا البيت يستشهد به النحويون على أن كان تأتي أحيانا تامة لا تحتاج إلى اسم وخبر كما جرت العادة فيه كان الناقصة ويسمونها كانت تامة أي إذا حدث الشتاء إذا حضر الشتاء فتكتفي بفاعليا وهون الشتاء ولا تحتاج إلى خبر أي أنها لم تدخل على جملة اسمية مثل كان الناقصة وهذا وجد يعني ذكر حتى في القرآن قال تعالى وإن كان ذو حسرة فنظرة إلى ميسرة هذا من شواهد كان التامة البيت خلده استشهاد النحات به البيت خلده استشهاد النحات به فكم من أبيات ليست كبيرة معنى لكن خلدها أن النحات ذكرها في كتبهم فبقيت إلى يومنا هذا الذي يعنينا نحن هنا قضية الشتاء وقضية أن هذا الرجل كيف عمر ولم يهتدي إلى الإسلام هذا يجعلنا تذكر النعم النعم عديدة والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن نعمة الله عز وجل على كل أحد في نفسه تتجلى في ثلاث ليس بعدهن نعمة نعمة الإسلام وهي أعظم النعم وأجلها على الإطلاق فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قائدة واحفظني بالإسلام راقدة ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدة النعمة الثالثة نعمة العافية فإن نعمة العافية من أعظم النعم نعمة العافية من أعظم النعم النعمة الثالثة في خاصة الإنسان نفسه نحن لا تكلم عن النعمة العامة نعمة العامة أعظمها الأمن فالنعمة الخاصة نعمة الستر فإن نعمة الستر من أعظم النعم الإسلام العافية الستر هذه أعظم النعمة الثالثة على خاصة الإنسان في نفسه ثم تأتي نعمتان إذا أعطيهم العبد فقد هيأه الله عز وجل لأمر عظيم وجليل في نفع نفسه ونفع مجتمعه ونفع وطنه ونفع الإسلام والمسلمين ألا وهما نعمة الفهم وحسن القصد إذا اجتمعت صحة الفهم وحسن القصد قال العلمة النقيم رحمه الله هما ساقاء الإسلام فكم من إنسان يحسن قصده نيته طيبة يريد ما عند الله بعمله بقوله باجتهاده لكن لم يرزق صحة في الفهم وكم من من رزق صحة في الفهم لكنه لا يريد بعلمه ولا بما يقوله ولا بما يقدمه للناس وجه الله عز وجل ليس عنده حسن قصد فهذا يعلك فإذا رزق الإنسان في خاصة نفسه حسن أو صحة فهم مع حسن قصد فقد آتاه الله عز وجل فضلاً كبيراً لا يجاراً ونعمة عظيمة لا تباراً جعان الله وإياكم من أهل ذلك النعيم هنا نذكر ما ذكرناه تعليقاً على هذا الرجل الذي خلد هذا الدهر كله ومع ذلك لم يرزق نعمة الإسلام في حين أن نرى مثلاً مخيريق مخيريق هذا رجل من اليهود أسلم بين عشية وضحاها وشهد أحداً ومات شهيداً وكذلك رجل من الأنصار شهد أحداً قبيل بساعات أسلم وستشهد فيها ومات ولم يسجد لله سجدة واحدة لكنه مات على الإسلام مات على التوحيد مات صحابياً مات شهيداً في معركة وإذا تكلمنا عن الشهادة وليأذرني سامعي ومن يراني على الاستطرات الشهادة ضربان شهادة تطلب وشهادة يفر منها شهادة تطلب وشهادة يفر منها أما الشهادة التي تطلب فهي القتل في أرض المعركة أمام عدو كافر فهذه شهادة تطلب ولذلك خوض المعارك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى إلى أن تقوم الساعة فالجهاد ماضي بشروطه المعروفة التي من أعظمها إذن ولي الأمر هذه شهادة تطلب لأن الإنسان عندما ينزل ميدان المعركة إنما هو مظلة أن يموت شهيداً كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة فأي واحد يخوض معركة فهو في ظن أن يموت شهيداً فهذه شهادة تطلب جاء عليها الأجر العظيم وليس كل واحد ينالها كما دل على ذلك القرآن الشهادة التي يفر منها الغرق الحرق فهذه شهادة أثبت في الحديث الصحيح أن من يموت غريقاً أو أن من يموت حريقاً أنه شهيد أو من يموت تحت هدم فإنه شهيد ومع ذلك دل العقل والنقل اتفاقاً على أن الإنسان يفر منها لأنها وإن كانت شهادة في أخريتها في عاقبتها إلا أنها من مصائب الدنيا التي لا يرد والعبد لنفسه ولا لمن يحب ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله أن يموت لديغاً أو أن يموت حريقاً أو أن يموت غريقاً أو أن يموت في هدم كما استعاذ في الحديث نفسه من أن يتخططه الشيطان عند الموت فعد هذه الأشياء متقاربة فاستعاذ منها صلى الله عليه وسلم ففهم الأحاديث فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون الإنسان يملك من آلة العلم وصحة الفهم ما يجعل يخوض في الحديث عنها وقبل ذلك لا بد من حسن القصد ولا يطلب شيء من الله بأعظم من حسن القصد ثم إن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء والأمة فيها الخير إلى قيام الساعة وليس فضل الله مخصوصاً بجيل دون جيل ولا ببقعة دون بقعة فالله يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم المقصود في قضية الشهادة نعود لهذا الرجل الذي جعلناه محور حديثنا الذي يقول إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء جعلناه محور الحديث حتى نستطيع أن نتحدد في أشياء كثيرة لأن المقصود الإفادة هذا الشتاء على وجه العموم كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضه سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين رضي الله عنه وأرضه في خلافته اغتسل وخرج في يوم بارد فحمة أي أصابته الحمة فمكث خمسة عشرة يوما لا يخرج للناس للصلاة فأمر عمر أن يصلي بالناس ثم مات رضي الله عنه وأرضه له زوجة اسمها أسماء بنت عميس كانت من المهاجرات للحبشة وزوجها جعفر بن أبي طالب مات عنها شهيدا في معركة موتة فتزوج أبو بكر وحملت منه بمحمد بن أبي بكر الذي ولد في ميقات ذي الحليفة وأسماء مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركبه في ركب الحجيج إلى الحج أوصى أبو بكر زوجته أسماء أن تغسله وكان يعلم أنها تتعاهد الصيام كثيرة الصيام وعلم في اليوم الذي مات فيه ليلا أنها غدا ستكون صائبة فأوصاها قبل أن يموت على بعض الروايات أن تفطر حتى تتقوى على غسله لكنها لم تفطر فغسلته ثم لما غسلته رضي الله عنه وأرضها خرجت للناس في جمع من المهاجرين كانوا حاضرين فسألتهم إنني صائمة وغسلته أي زوجي أبا بكر فهل علي غسل يعني هل على من يغسل الميت غسل قالوا لا فكان إجماعا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أي من كان حاضرا من المهاجرين على أن من غسل الميت يعجب عليه الغسل قولها رضي الله عنها إني صائمة ليس المقصود إخبار بالعمل ورياء فيه حاشاها رضي الله عنها وأرضاها وإنما المقصود أنه تريد أن تخبرهم أن الأمر يشق علي لو كان كذلك فأخبروها أن لا غسل عليها من هنا من هذا الحديث أخذ العلماء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها القول بجواز الزوجة أن تغسل زوجها مأخوذ من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أخبرها أنها لو ماتت قبله سيغسلها ومن هذا الحديث الصريح البين في أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأما غسل الزوج لزوجته يعني على العكس فقد غسل علي رضي الله عنه وأرضاه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليها وعلى بيها السلام بعد أن توفيت بوصية منها أي أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب زوجها أمير المؤمنين فغسلها رضي الله عنه وأرضاه ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر هذا قول جماهير أهل العلم وعليه العمل السادة الحنفية جزاهم الله عن الإسلام وأهلي خير الجزاء يقولون إنه لا يجوز عندهم في المذهب لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته ولا للزوجة أن تغسل زوجها والحجة عندهم أن النكاح عقد انتهى بالموت النكاح عقد بين الزوج والزوجة وقد انتهى هذا النكاح بالموت فما دامت قد ماتت أو قد مات فإن العقد بينهما قد انتهى فلا وجه عندهم أي عند الحنفية أن يغسل الرجل زوجته ولا أن تغسل الزوجة زوجها لكن هذا المأخوذ عقلا الذي قال به الأحناف على فضلهم لا يمكن أن يصادم تلك الآثار الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق أبي بكر وعن أمير المؤمنين عليه السلام وعن فاطمة وعن عائشة فهؤلاء خيار الناس وهم المقتدى بهم وهم أعلم الناس بالسنة والمقدمون في كل رأي فهذا ما كان من الشتاء فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه مات في آخر جماد الآخرة من عام 13 للهجرة بعد أن خرج كما بينا اغتسل فهم قطعا تأتي قضية رواية أخرى وأنه مات مع الحارث بن كلدة من سم شريباه هذا قال به بعض العلماء ولا يبعد لكن الله عز وجل قد يجعل السبب هنا أو يجعل السبب هناك لا علم لنا بعينة الأمر لكن نحن هذه أخبار تكرها الرواح فننقلها والعهدة على من رواها وهي يستعنس بها ولا يتعلق بها عمل حتى لا يتزر زيد أو ينفر عمر كل ذلك في حديثنا عن الشتاء والناس كما تعلم مختلفون فمن الناس من يستروح إلى الصيف أكثر ومنهم من يبتغي الشتاء أكثر يطيب في الشتاء الكثير مما يأكل مما يشرب وقد لا يطيب هذا فيه في الصيف والعرب تقول الصيف ضيعت اللبل وضربت في الصيف أمثالا كما ضربت كما ضربت في الشتاء لكن البيوت في سالف الضهر لم تكن ذات قدرة على أن تكن الناس كما تكنهم بيوت الناس اليوم فبيوت الناس اليوم أشد قدرة في بنائها في أحكامها على أن تكنهم من من الشتاء أيًا كان الأمر ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لا يجعل أمرا ما ثابتا على حاله نتركبنا طبقا عن طبق خلقكم أطوار وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه هي الدنيا صيف شتاء يوم النساء يوم النسر يوم دون ذلك قد ترى أحيانا كما هو مشاهد الفصول الأربعة في يوم واحد كل ذلك بتقدير الله يقلب الله الليل والنهار كما قال ربنا في سورة النور لكن المؤمن في كل أحواله وإن تغيرت الأشياء وحظ له الذي ينبغي عليها لا يتغير توحيده لربه وإيمانه بالله ويقينه بلقاء الله والعمل من أجل البعث والنشور ولقاء الله هذا ما تحصر حول مفردة الشتاء والله المفق أو ديكوة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر